جاءت قرارات اللجنة التنسيقية متوافقة مع النتائج الإيجابية المتحققة بعد تطبيق الإجراءات خلال شهر يونيو الجاري وكان الانخفاض الملحوظ في نسبة الحالات القائمة أبرز المعطيات التي بنى عليها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا قراره بتمديد العمل بالقرارات السابقة لمدة أسبوع ولغاية الثاني من يوليو المقبل مرة أخرى تؤكد قرارات اللجنة التنسيقية صحتها ونجاعتها بعدما أظهرت النتائج التي تحققت طوال تطبيق القرارات خلال الفترة السابقة السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف المرجوة فالتحسن في أعداد الحالات القائمة وما شهدته الفترة السابقة من التزام بالإجراءات الاحترازية وما أبداه المواطنون والمقيمون من وعي وحس مسؤول كلها عوامل أسهمت في تحقيق تلك النتائج أبرز المعطيات والمؤشرات كانت في الانخفاض الملحوظ في نسبة الحالات القائمة مقارنة بما كانت عليه قبل اتخاذ جملة القرارات التي اتخذتها اللجنة التنسيقية أواخر مايو الماضي لذا فإن المرحلة المقبلة من التعامل مع فيروس كورونا تتطلب مضاعفة الجهود واستمرار الالتزام لتحقيق الأهداف المرجوة وهذا الالتزام اليوم واجب وطني فهو المنطلق لنجاح كافة الخطط الموضوعة لتصدي للفيروس حيث أن الإجراءات التي يتم اتخاذها هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر